اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حق زميله فتم تكليفه بتقديم استقالته من عضوية النادي في ظرف تلت ايام مع مطلبته بدفع المتأخر عليه من الاشتراك وفي حالة رفضه تنفيذ هذا القرار بيشط باسمه من عضوية النادي القرار كان الاساس اللي مشي عليه النادي من الف تسعمية واثنشر والحد النهاردة ودلوقتي حنتكلم عن جلسة يوم خمسة ابريل الف تسعمية واثنشر جه في محضرها عرض السكرتير على اللجنة بروجرام حفلة النادي السنوية فوفقت اللجنة عليه وعلى ان تكون تلك الحفلة يوم الجمعة ستة وعشرين ابريل تسعمية واثنشر الساعة الرابعة بعد الظهر وعهدت الى سعادة الرئيس تنفيذ ذلك بحسب ما يتراء له الحفلة السنوية للنادي الاهلي كانت بتقام في ابريل من كل عام احتفالا بتأسيسه في شهر ابريل سنة الف تسعمية وسبعة الحفلة دي كان بيغطي تكلفتها تبرعات اعضاء اللجنة العليا لنادي الاهلي يعني مثلا في احد الحفلات تبرع رئيس النادي سعادة عزيز عزة باشا بعشرة جنيهات لمصروفات الاحتفال وتبرع سعادة امين سامي باشا بجنيهين ونصف وصاحبة العزة عمر سلطان بيك وطلعت بيك حرب بسبعة جنيهات ونصف لنفس الغرض المذكور ويوم ورا يوم ما بقتش الحفلات دي بتقتصر على الاحتفال الساني وبس لان النادي كان بيقوم بدور اجتماعي وثقافي وفني جنب دوره الرياضي فتعددت الحفلات الثقافية والفنية واصبحت الحفلات مصدر الدخل للنادي كاراد بيصرف منه على انشطته الرياضية وكانت اللجنة الثقافية والفنية بالنادي بتشرف على الحفلات كان بيشرف على اللجنة الثقافية عند انشاءها امين سامي باشا وضمت شخصيات ادبية وثقافية ضمت في بداية تأسيسها عضو نشيط جدا كان طالب بمدرسة الحقوق الطالب ده كان اسمه محمد فكري حسين ابازا طبعا اللي هو فكري ابازا الاديب الكبير واحد اعلام الادب والصحافة السياسية في مصر واللي لقب بشيخ الصحفيين وهو طالب كتب في جريدة المؤيت وبعدها كتب في الاهرام والمصور اللي اصبح بعد كده الرئيس تحريرها سنة 1926 واستمر رئيس تحريرها لفترة طويل الاهرام وكان نقيب الصحفيين اربع دورات متتالية وكان عضو لعدة دورات بمجلس النواب اللي انتخب فيه سنة 1923 لكن يمكن ما حدش اعرف ان فكري ابازا كان لاعب بفريق كرة القدم بالنادي الاهلي في الفترة من 1916 لحد 1918 وهو اللي قلف نشيد النادي الاهلي واختير عام 1974 رئيسا شرفيا للنادي الاهلي فكري ابازا كان من انشط اعضاء اللجنة الثقافية والفنية للنادي الاهلي وكان هاول المسرح والفرق التمثيلية وعشان كده كان نشيد جدا في تنظيم الحفلات الثقافية والفنية اللي كانت بتقام بالاهلي وكان من اهم المشاركين في حفلات الاهلي الفنية الملحن الكبير في ذلك الوقت محمد عبد الرحيم وده بيعتبر رائد الاغنية المصرية والجماعة الفنية كانت بتعتبر وقتها شيخ الملحنين وعشان تهرفوا قيمته كان أستاذ محمد عثمان وعبده الحمولي اللي تتلمزه على أديه وكان بيشارك كمان الأديب الراحل محمد تيمور ابن الأديب الكبير أحمد تيمور باشا وعمته الأديبة عائشة تيمورية وأخوه الأديب الكبير محمود تيمور محمد تيمور بيعتبر من مؤسسي الأدب القصصي والمصرحي في مصر وكان معهم المرحوم محمد عبد القدوس زوج السيدة فاطمة اليوسف اللي هي مؤسسة مجلة روزا اليوسف والد الأديب الكبير أحسان عبد القدوس انتو فاكرين فيلم لالي الحب لعبد الحليم حافظ وأمال فريد وعبد السلام أنا بولسي محمد عبد القدوس قام بدور رجل مليونير اسمه ممتاز شركس اللي غناله عبد الحليم حافظ أغنية يا سيدي أمرك يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي قولك لخطرك خطرك يا سيدي يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي قولك لخطرك خطرك يا سيدي ما قدرش خلفك لإني عرفك تقدر تحطي الحديد في ايدي اسمع اسمع يا سيدي في الوقت ده في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين اتكونت جمعية انصار التمثيل الجمعية دي كانت شريك اصيل في حفلات النادي الاهل الثقافية والفنية وساهمت حفلات النادي في اكتشاف العديد والعديد من النجوم الكبار فيما بعد وكمان شجعت بعض المشاهدين للحفلات على دخول مجال الفن فاصبحوا ايضا نجوم كبار زي الفنان الكبير عميد المسرح العربي يوسف وهك اخواتي رحمة الله عليهم كانوا اعضاء في النادي الاهلي والنادي الاهلي في ذلك الوقت بدأ وهو يجمع الكثيرين من الطبخ المشقفة وكل من هو هاوي ادب او تمثيل او شعر الى اخره وهناك شهدت لأول مرة ما اذهلني وما حببني للمسرح اكتر شهدت بعض كبار الهواه اللي استهروا فيما بعد امثال المرحوم محمد تيمور والمرحوم محمد عبدالرحيم وفكري اباضة وعبدالب فكري اباضة وزوود اصبت كل هؤلاء كانوا يكونوا باقة من الورود وتقيم هذه الحفلات في ايام اللي يحييها النادي الاهلي في الليالي السنوية بتاعه وكان من ضمن نجوم حفلات الاهلي عضو النادي للاهلي وقتها الطالب سليمان نجيب اللي هو الفنان الكبير سليمان نجيب كان طالب بمدرسة الحقوق وعضو بالاهلي ومن اعضاء اللجنة الثقافية والفنية مع فكري اباضة سليمان نجيب بدأ حياته قنصل لمصر في اسطنبول ورجع مصر واستهواه العمل الفني لدرجة انه وصل لانه يكون رئيس لدار الاوبرا الملكية بعد كده ونلقب البكوية واستمر سليمان نجيب شريك اساسي في حفلات الاهلي الثقافية والفنية ومن النجوم اللي كان لحفلات الاهلي دور كبير في ظهورهم الفنان الكبير نجيب الرحاني بعد ما كان بيحضر حفلات الاهلي ويشوف الفرق المصرحية فيه فقرر الاتجاه للتمثيل وتأسيس فرقة مصرحية وظهر كمان عباس فارس وعبد الوارس عصر وأمينة رزق في الوقت ده ظهر فن جديد اسمه الميوزيكال كوميدي اللي هو فن المونولوج ويعتبر نواه لفن الأوبريت وكانت المونولوجات هي الفقرة الرئيسية في الحفلات كان بيؤديها محمد عبدالقدوس وسليمان نجيب ويوسف وهبي وحسن فاينة أعمل فيه بس أعمله إزاي فيه انتقاد فيه الناس بتنتقد الأرافة فأنت مونولوج فيه الأرافة ده نجح نجح كبير ده كنت أقوله في النواد الكبيرة يعني إحنا ما كانش فيه محل يتقال فيه يعني همومي كنت أقوله في النادي الأهلي النادي الأهلي كل حفلاته كان بتاعتني أنا اللي أحييها أنا واللي بيقول مونولوجات زي وتطورت حفلات الأهلي وأصبح يقيم بعد حفلاته في دار الأوبرا الملكية وأصبحت هذه الحفلات من الأحداث الفنية الهامة في الأوساط الثقافية والشعبية وأحيان كتير كان السلطان حسين كامل بيشملها برعايته ويتبرع عشان تكون فيه أحسن صورة فتبرع في إحدى الحفلات بمبلغ أربعين جنيه النادي الأهلي ما كانش مجرد نادي رياضي وباس لا النادي الأهلي كان له دور اجتماعي وثقافي وفني جمع كل أطياف الشعب بين جدرانهم وأصبح قبلة الطلبة والمواصفين والمثقفين والأدباء والفنانين وننتقل العام 1913 في العام ده حدثين مهمين جدا الحدث الأول جه في محضر جلسة 14 فبراير 1913 لو فكرنها في الجلسة دي كان أول مرة تفكر اللاجنة العليا للنادي الأهلي في دخول المرأة لمشاهدة حفلات النادي الرياضية والثقافية والفنية وزي ما تابعنا في حلقة سابقة أن عمر بيك لطفي اقترح في جلسة 13 ديسمبر 1907 تعيين يوم في الأسبوع أو يومين لدخول السيدات ليس إلا وقلنا أن اللاجنة العليا للنادي الأهلي قررت تأجيل النظر في اقتراح عمر لطفي بيك لجلسة أخرى لأن ظروف المجتمع في الوقت ده فرضت تأجيل دخول المرأة للنادي لوقت تاني وتحقق حلم عمر بيك لطفي جزئيا عام 1913 وكان قرار اللاجنة العليا في جلسة 14 فبراير 1913 ما يلي أن تكون حفلة الألعاب البلدية التي قررها النادي يوم الأحد 16 مارس 1913 وأن تقام حفلة مثلها للسيدات في يوم الاثنين 17 مارس 1913 وفي الجلسة اللي بعدها جلسة يوم الجمعة 21 فبراير 1913 قررت اللاجنة العليا أن تقام الحفلة يوم الجمعة 21 مارس 1913 الساعة الثالثة بعد الظهر بدلا من الأحد 16 مارس وضم الحفلة التي كان تقرر إقامتها للسيدات إلى هذه الحفلة واجعلها حفلة واحدة مع تخصيص مكان للسيدات وباب خصوصي يدخلنا منهم ليه بنقول أن حلم عمر بيك لطفي تحقق جزئيا لأن دخول المرأة النادي منتصف العقد الثاني من القرن العشرين ما كانش في إطار ضمها كعضوة بالنادي أو لممارسة الرياضة وده اللي كان عمر بيك لطفي عايز يعمله من البداية قرار اللجنة العليا كان السماح بدخول المرأة النادي لحضور الحفلات الرياضية والثقافية والفنية بتذاكر وحنشوف بعد كده إزاي المرأة دخلت النادي فعليا كعضو مطلع العشرينات من القرن الماضي جلسة يوم الجمعة 21 فبراير 1913 أبرزت كمان الدور المجتمعي للنادي الأهلي وإزاي أعضاء اللجنة العليا كانوا حرصين على دعم فقراء الشعب فقررت أن يخصص 10% من صافي إيراد الحفلة للفقراء والمعوذين الأهلي كان حريص دايما من أول ما تأسس والحد النهاردة على أداء دور المجتمعي وكلنا عارفين أنه في نوفمبر 2020 أشهر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية استمرارا لدور بدأ منذ تأسيس النادي الأهلي للرياضة البدنية الحدث الهام الثاني اللي شهده عام 1913 كان سبب في بداية انتقال النادي الأهلي لمرحلة مختلفة في دوره الرياضي الوطني وانتقال نشاطه من الممارسة للمنافسة كان موجود في مصر في الوقت ده راجل يوناني الجنسية اتولد وعاش في اسكندرية عنده معمل تقطير اسمه أنجلو بولاناكي كان مهتم بالرياضة وفكر في تأسيس اتحاد الهيئات الرياضية سنة 1908 المعروف باسم الاتحاد المختلط وبعد كده أسس اللجنة الأولمبية المصرية سنة 1910 عام 1913 بدأ نشاط الكورة في مصر على مستوى المسابقات جريدة الأمبرزيالي قدمت كاس باسمها لمسابقة في كورة القدم بتتنافس فيه فرق الجليات الأجنبية للتحاد المختلط برياسة أنجلو بولاناكي قرر إقامة مسابقة في كورة القدم على درع بولاناكي وقرر إقامة المسابقة خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 1913 بين أنديت القاهرة والإسكندرية بنظام جديد أنديت القاهرة تلعب مع بعضها ويطلع منها نادي وأنديت إسكندرية تلعب مع بعضها ويطلع منها نادي الاتنين يلعبوا مع بعض والفائز بالمباراة يحصل على درع بولاناكي أنديت القاهرة تصدرها نادي السكة الحديد وأنديت الإسكندرية تصدرها النادي الأولمبي وفاز نادي السكة الحديد بدرع بولاناكي بعد ما فاز على الأولمبي 3-0 أما فين الأهلي؟ الأهلي رفض دعوة الاتحاد المختلط لللعب في البطولة لأن توجهه الوطني خلا يرفض المشاركة في أي نشاط بيديره الأجانب في الوقت ده مطلع 1914 وفي جلسة يوم الاثنين 24 فبراير 1914 عرض جنابل ميستر تشارمن مسؤول الألعاب أن سعادة أحمد حشمة باشا وزير المعارف عازم على تقديم هدية للنادي كأس يشترك في مبارياتها للحصول عليها طلبة المدارس العليا ومتخرجيها بشرط أن يكونوا أعضاء بالنادي واقترح جنابه من باب التشجيع أن يعامل الطلبة الذين يريدون الاشتراك في النادي ليشتركوا في المباريات معاملة استثنائية هذا العام وأن يقبل اشتراكهم لمدة شهر فقررت اللجنة قبول ذلك بالارتياح وبصفة استثنائية هذا العام فقط وفوضت إلى جناب الميستر تشارمين الاتفاق على الأجر الذي يدفعه هؤلاء الطلبة اللجنة العليا للنادي الأهلي قبلت الكأس المهدى من أحمد حشمد باشا وزير المعارف وبدأ تنظيم البطولة وكان نظامها مشاركة أعضاء النادي من الطلبة والخرجين بنظام الفرق يعني طلبة وخريجي مدرسة الحقوق يعملوا فريقا وطلبة وخريجي مدرسة الهندسة يعملوا فريق وهكذا وقررت اللجنة العليا مشاركة من يرغب في المشاركة من فريق كرة القدم بالنادي كفريق إضافي في البطولة بشرط بشرط قال لا يكونوا من طلبة المدارس العليا ولا من خريجيه يعني فريق كرة القدم أعضاءه حيشاركوا مع فرق مدارسهم العليا طيب فيه من الفريق مجموعة مش من طلبة المدارس العليا ولا من خريجيه دول حيشاركوا باسم النادي كفريق منفصل فتبرع سعادة عزيز عزة باشا بمبلغ ثلاث جنيهات أفرنكيا يعني ثلاثة جنيه أسترليني لمساعدة أعضاء تيم كرة القدم في دفع ثمن القمصان المشترى لهم من إنجلترا البطولة دي مش بس شجعت الطلبة على ممارسة الرياضة دي كمان شجعت الطلبة على الانضمام لعضوية النادي من خلال منح الطالب اللي مش عضوه في النادي استثناء للاشتراك لمدة شهر في عضوية النادي باشتراك رمزي وده كان دافع للاشتراك الدائم في عضوية النادي وضم كل الطلبة لعضوية النادي كان واحد من الأهداف الرئاسية للنادي الأهلي للرياضة البدنية وبدأ تنظيم البطولة وتحدد موعد المباراة النهائية والتوزيع الجوائز يوم الجمعة 17 إبريل 1913 لكن جلست السبت 7 مارس 1914 شهدت مفاجأة جميلة أوش عرض سعادة عزيز عزة باشا أنه يريد أن يقدم كأسا من الفضة تشجيعا للألعاب بالنادي فقبلت اللجنة ذلك بالارتياح وتقرر أن تقام حفلة ألعاب رياضية بالنادي يشترك فيها فرقة من أعضاء النادي التابعين لكل مدرسة عليا وفرق من أعضاء النادي الموظفين بالنظارات وفرق من أعضاء النادي الأعيان وتعطى لكل مسابقة نمرا والفرقة التي تتفوق على الجميع بمجموع درجاتها ينقش اسمها على هذه الكأس التي تحفظ بالنادي ثم تبرع سعادة عزيز باشا عزة بجائزة شخصية تمنح للعضو الذي يتفوق على جميع المتسابقين بمجموع درجاته اللجنة العليا للنادي الأهلي قبلت الكاس المهدام من عزيز عزة باشا رئيس النادي وبدأ تنظيم البطولة البطولة كانت للألعاب الأخرى خلاف كرة القدم يعني زي ألعاب القوة والعدو والتنس والجنباز وغيرها وزي كاس أحمد حشمت باشا بالزبط مشاركة أعضاء النادي من الطلبة والخريجين بنظام الفرق يعني طلبة وخريجي مدرسة الحقوق يعملوا فريق وطلبة وخريجي مدرسة الهندسة يعملوا فريق وهكذا ومعهم يشارك فريق من أعضاء النادي الموظفين بالنظارات المختلفة وفريق من أعضاء النادي الأعيان كاس عزيز عزة باشا للألعاب الأخرى نظام المسابقة فيها مختلف كل فريق حتنافس مع باقي الفرق في كل لعبة من الألعاب يعني منافسات في ألعاب القوة ومنافسات في الجنباز والتنس والعدو وهكذا وكل مسابقة لها نقاط ومجموعة نقاط يحدد الفائز بالكاس غير جائزة شخصية من عزيز عزة باشا لأكتر شخص حصل على نقط في البطولة انتشرت أخبار البطولتين في أنحاء القاهرة وبدأ الناس يتنقلوا أخبار المسابقات ووصلت للنادي طلبات من عموم الشعب لدخول النادي عشان مشاهدة مسابقاته وخاصة كرة القدم وبالفعل قرر النادي أن تكون مشاهدة المسابقات مجانا لأعضاء النادي وفرض رسم دخول رمزي لغير الأعضاء لمشاهدة المسابقات ففي جلسة يوم الاثنين 23 مارس 1914 كان قرار اللجنة العليا تعديل اقتراح الدخول لمشاهدة المطش النهائي لمسابقة كأس حشمة باشا وجعل رسم الدخول قرشين ساغ للجزء الخارجي وخمسة قروش للمحل الداخلي ومعافاة أعضاء النادي عن دفع أجرة الدخول بإبراز التذكرة الشخصية البطلتين كانوا لطلبة المدارس العليا وخرجيها لكن بعض المدارس السنوية طلبت أنها تشارك في فعالياتها وقررت اللجنة العليا في جلسة يوم الاثنين 13 إبريل 1914 الموافقة على طلب مدرسة محمد علي برغبتها الاشتراك في الحفلة إذا وافقت نظارة المعارف على ذلك يعني أي مدرسة ثنوية ترغب في المشاركة في البطلتين لازم تجيب موافقة وزير المعارف اللجنة العليا ما اكتفتش بالكؤوس اللي حياخدها الفريق الفائز بكل بطولة ولكن تشجيعا للمتسابقين قررت في جلسة الاثنين 16 إبريل سنة 1914 إعطاء جائزة للأول في كل مسابقة من المسابقات التي تقررت وعددها 13 ودعوة أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة النادي للاكتتاب في دفع ثمن هذه الجوائز التي تقدر بـ 25 جنيه العمل وأعضاء اللجنة العليا كان جميل ونبيل في معناه لما يدفعوا من مالهم الخاص جوائز مالية بيزود الحافز عند الطلبة وبالتالي بيزيد عدد المشاركين في البطولات اللي بعد كده وفاز فريق مدرسة الحقوق العليا بكأس أحمد حشمد باشا لكرة القدم وفريق مدرسة الزراعة العليا بكأس عزيز عزة باشا للألعاب الأخرى البطولتين كانوا أول مهرجان رياضي يقام في مصر وتحديدا في النادي الأهلي وكانوا بمثابة دورة أولمبية مصغرة بتقام بالنادي الأهلي كل عام المسابقات نجحت نجاح مبهر وغطت على أنشطة الاتحاد المختلط وبدأت الصحف تتناول أخبرها بانتظام ومن خلال البطولتين دخلت الرياضة مرحلة المنافسات الرسمية والمنافسات هي أكبر حافز لممارسة الرياضة وزادت شعبية كرة القدم مش بس كده ده كمان زادت شعبية النادي الأهلي لأنه جمع أطياف الشعب حوالي مسابقاته ورغم إنشاء بطولات ومسابقات رياضية على مستوى أكبر بعد تأسيس التحادات المصرية في كل الألعاب في العشرينات زي ما حنعرف في الحلقات القادمة إلا أن النادي الأهلي استمر في تأديد دوره مع الطلبة وفضل ينظم البطولتين لمنتصف الأربعينات من القرن الماضي بل وأضاف إليها بطولات أخرى من أجل استمرار نشاط الطلبة في ممارسة الرياضة ونتنقل ليوم 19 يناير 1916 اليوم ده كان يوم منعقاد أول جامعية عمومية في تاريخ النادي الأهلي زي ما سجلت محاضر مجلس الإدارة كان يوم اعتماد قانون النادي الجديد اللي عمله عبدالخالق سروة باشا البعض حيسأل هنا هو مش النادي له ليحة عملت سنة 1908 ليه اتعملت ليحة جديدة أيها ده صحيح لكن ليحة 1908 اتعملت قبل افتتاح النادي سنة 1909 ومن يوم افتتاح النادي حصلت أحداث ومتغيرات وخلال سبع سنوات من يوم افتتاح النادي ولحد سنة 1916 مؤكد أن تجربة اللجنة العليا في إدارة النادي كشفت الكتير والكتير من القصور في اللايحة القديمة لأن الممارسة على الأرض هي اللي بتوضح السجرات المطلوب علاجها لائحيا اللايحة الجديدة علجت جوانب القصور اللي ظهرت في الوقت ده ومن جوانب القصور اللي علجتها اللايحة ظهور أهمية وجود لجنة تنفيذية حددت اللايحة اختصاصاتها وسلطاتها في مرأبة الألعاب والحفلات الرياضية واختيار موظف النادي وتعديل لوائح تنظيم الألعاب فقررت اللايحة ما يلي الجمعية العمومية مختصة دون غيرها بالنظر في المسائل الآتية أولا انتخاب اللجنة العليا للنادي على أن تختار اللجنة العليا أحد أعضائها للرئاسة وآخر للوكالة ويكون من اختصاص اللجنة العليا اختيار أمين الصندوق وسكرتير النادي كان نظام وقتها أن الجمعية العمومية للنادي بتنتخب أعضاء اللجنة العليا اللي هي مجلس الإدارة وبعد كده أعضاء اللجنة العليا يختاروا بينهم الرئيس والوكيل ثانيا انتخاب اللجنة التنفيذية وتتكون من 12 عضوا بينهم أمين الصندوق وسكرتير النادي ثالثا انتخاب اللجنة المالية ودي اللجنة اللي بترائب إرادات ومصرفات النادي وبعد اعتماد قانون النادي الجديد أجريت الانتخابات انتخابات اختيار اللجنة العليا واللجنة التنفيذية واللجنة المالية ويوم 9 فبراير 1916 اجتمع أعضاء اللجنة العليا المنتخبين ليختاروا من بينهم رئيس النادي ووكيل واختاروا عبدالخالق ثروت باشا رئيس النادي وجعفر ولي باشا وكيل للنادي اليوم ده شهد الظهور الأول لجعفر ولي باشا في تاريخ النادي الأهلي من اليوم ده بدأ تاريخ كديد للنادي الأهلي تاريخ مشرف ومهم جدا هنعرفوا لو أحيانا وأحياكم ربنا من الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة